اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين يا مسائل هنا والياسمين على أغلى متابعين خلاص كلها أيام ويهل علينا أجمل شهر في السنة شهر رمضان كل السنة وانتم طيبين يا رب وبخير يلا نحضر أجمل الوصفات ونعمل مع بعض الكبيبة الشمية بدون أي مكان وحتطلع معانا زي الفل وحنخزن منها كمية تنفعنا لشهر رمضان في البداية حنحتاج لطبق حنحط فيه تلك كبيات من البرغل وكباية ونص من السميت اللي هو السميت البسبوسة اللي بنعمل بيها البسبوسة وحنقلبهم كويس كلهم بعد كده حننزل عليهم بتلك كبيات ونص من المية الصخنة ونقلب البرغل والسميت مع بعض كويس جدا جدا وحنغطيهم ونسيبهم لمدة نص ساعة لجنب دلوقتي حنحضر مع بعض الحشوة وحنعصج اللحمة المفرومة مع بعض طبعا ممكن تعصجي نص كيلو بس بس أنا هنا عملت عصاك كيلو علشان هعمل كمان السمبوسة إن شاء الله هحتاج لطاسة فيها معلقتين كبار من الزيت هننزل عليهم ببصلة كبيرة متقطعة قطعة صغيرة هننزل بعد كده بكيلو من اللحمة المفرومة وحفضل أقلب فيهم لحد ما يفلفلوا كده وأول ما يغير لون اللحمة معنا طبعا اللحمة المفرومة هنبدأ ننزل بالبهارات بتاعتنا الجميلة وهي عبارة عن إيه؟ معلقة صغيرة من الملح والفلفل اللسود والكركم والبابريكا والكزفرة والكمون والكبابة الصيني والزعتر هنخلطهم كلهم مع بعض وحننزل بيهم على اللحمة المفرومة وحنجيهم تقليبة كويس جدا جدا ممكن نضيف أي نوع مكسرات لو متوفر عندكم ممكن سوداني عين جمل بندق أي نوع لو مفيش مش هيحصل أي حاجة دي خطوة اختيارية هنديهم تقليبة كويسة مع بعضهم كده الحشوة جهزة معنا هنحطها في طبق وحنصيبها تبرد وتعالوا بقى نشوف عجنة الكبيبة مع بعض ده البرغل بعد مرور ساعة هنحطه في طبق كبير علشان نعرف نعجنه كويس هنبدأ ننزل عليهم بالبهارات وهي عبارة معلقة كبيرة من صلصة الطماطم معلقة صغيرة من الملح والفلفل اللسود والبابركة والكمون والكبابة الصيني والبصل البودر هنخلطهم كويس مع بعض وحنبدأ نعجن زي ما انتو شايفين كده كده بقى عايز اقولكو نجاح الكبيبة معاكو متوقف على الخطوة دي لازم نعجن كويس جدا جدا انا نقلت العجينة لصنية كبيرة علشان اعرف عجينها كويس مش اقل من عشر دقايق في العجن المستمر وممكن كل شوية نضيف رشة كده صغيرة من المياه واحنا بنعجن لحد ما العجينة تبقى طرية معانا زي ما انتو شايفينها كده بعد كده حلمها بمعلقة كبيرة من الزيت نختبر العجينة ونشوفها زي ما انتو شايفين كده لا هي شققت ولا فرولت معانا كده عجينة الكبيبة مكحة جدا معانا هنحطها في طبق وحنبدأ نشكل اجمل كبيبة مع بعض هنبلق دينا بالزيت ونبدأ بالتشكيل الجميل بتاعنا هناخد قطعة من العجينة الكبيبة هنكورها ونفتح فيها فتحة من النص كده زي ما انتو شايفينها ونبدأ نلفها على صبعنا ونرقق فيها لحد ما نعمل زي الجيب الصغير كده هنحط فيها معلقة ونص صغيرة من الحشوة ونبدأ نقفلها ونعملها حرفين كده زي الشكل الكبيبة اللي كلنا عارفينه علشان ما طولش عليكم هشكل كل الكمية بنفس الطريقة وحرجع لكم مرة تانية اللهم بارك جي كل الكمية الكبيبة اللي طلعت معايا نقدر نحطها في أطباق زي ما انتو شايفين وحنحفظها في الفريزر وحنطلع منها على الآلية مباشرة في رمضان في زيت سخني جدا جدا وغزير حبدأ أنزل بقطع الكبيبة بتاعتنا أول ما تاخد اللون الدهبي حنطلعها ونصفيها في مصفى من الزيت وجي لكم بيبة بعد ما خلصت مقرمشة جدا جدا ومظبوطة وما قولكيش بقى طعمها فعلا خطير جدا جدا جربوها وحستنى رأيكم ووثقى أنها هتعجبكم جدا جدا بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني وكل سنة وانتم طايبين وربنا يعيد عليكم الأيام بخير كانت معاكم الشيف ماجي وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله